يعني إذا كان كان فيه عنصرية وحرب عنصرية في منطقة الجنوب الحقيقة اللي بيحدث في السودان من انتقام قبلي لمجرد الانتماء للقبيلة الحقيقة شيء غير مسبوك دي دولة كبيرة ودولة إسلامية ودولة عربية والمفروض كل هذه الدعائم للهوية السودانية تقف حائل أمام هذا العنف الإفريقي المنشأ يعني المفروض بقلقة ثم تطوروا ووصلوا لدرجة من الإنسان نهي تسمح لهم إن ما ينفعش يحقل كده إحنا يعني ما إحنا بدائيين لهذه الدرجة إذا أملت سودانيين كسر وعند أصدقاء سودانيين كتير مصقفين للغاية ويعني وعندهم حالة الإنسانية رقية للغاية ليه ما فيه ده في السودان النهاردة أين الأصوات العقلة أين الاتزان أين الإنسانية في هذه النزعة يعني أنا مش عارفة أقول عليها الانتقامية وشهوة الانتقام والقتل على الهوية في السودان الحقيقة الموقف أصبح مرعب الدخول إلى مدينة ود مدني كان دخول غير إنساني قتل 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 ثم الانتقام من المحل المفتوح والأصوات وحرق البضاعة طب يعني هيكلوا منين الشعب السوداني؟